اشتركوا في القناة انا مبسوطة اكتر وخلينا في البداية في بعض ناس ما تعرفش يعني ايه علم طاقة وعلاجها بالاحجار الكريمة فانا اديني كده تعريف ليها تعريف للطاقة هي الوقود الالهي المحرك الدائم لإدارة جميع المخلوقات على وجه الكرة الارضية كل شيء موجود في الطاقة كل شيء موجود على وجه الكرة الارضية هو اللي يمبعث ومدصاص للطاقة مسؤول انه يدي وياخد طاقة فكل شيء موجود او كل شيء في جسم الانسان متعلق بي عمليا وجسديا مربوط بالطاقة وكل شيء على وجه الارض هو برضو مربوط بالطاقة تمام طب والاحجار الكريمة بقى عايز اعرفك الحجار الكريمة هي مواد ومعادن بتتكون في بطن الارض نتيجة انصغار الحرارة وكل حجر بيتميز بخصيصه وطبايا واللي هي مسؤولة من الارض اللي هو نشأ فيها زي كانت ارض رملية والارض سحلية والارض جبلية وعلى حسب الطاقة وعلى حسب نوع الحجر وقدرة امتصاصه للطاقة قد ايه وقدرة تحويله للطاقة الشفافة وتحويلها من سلبية الاجابية قد ايه فكل الاحجار الكريمة لها عالم بيعالج جميع مراكز الطاقة في الجسم زي ما اتكلمت في كل الحلقات ان انا بتكلم ان لكل جسم في جسم الانسان لكل جسم فيه موجود سبع مراكز للطاقة هما الداعمين الاساسيين دي في جميع مراحل حياته العملية والعاطفية والزوجية وكل ما خص الانسان في مجال حياته هو مربوط بعلم الطاقة في بعض ناس بتقمن شوية او بتتفائل ان هي يبقى معاها حجر من الاحجار الكريمة ده بيجلب لي الرزق ده كذا ده كذا المعلومات دي بتبقى صحيحة ولا هي المعلومات دي صحيحة من ناحية علمية بس مش هو مش بيجلب الرزق ولا حاجة هو بيعمل وفرة في مركز الطاقة المسؤول عن النشاط العملي والنشاط الوظيفي فلما انا اكون عندي نشاط وظيفي نشاط عملي فانا كده عندي ازدهار عملي عندي ازدهار مالي صح واللي مثلا بيمسيكه يقولك انا عملي حالة في البيت يعني مهدي الامور معاها شوية في البيت هو برضو الحجر بالنسبة له هو بيساعد على شحن مركز الطاقة للمسؤول عن الحاجة اللي هو حاسس بها تمام وطبعا لو جينا اتكلمنا في الاحجار الكريمة كل حجر بيفيد في ايه وكل حجر بيقول في ايه ده ده هيعوز سنين من الحلقات طب انا عايز اقولك حاجة ازاي يعرف يعني في احجار بتبقى مغشوشة او مضروبة ازاي بقى اعرف فرق ان ده اصلي وده مش اصلي هو ليها اختبارات بس الاختبارات بتاعتها مش هتنفع شفوي ومش اي حد هيعرف لا طبعا ده في اجهزة لقياس الطاقة الخارجة من الحجر نفسه وفيه اختبارات تانية فيه اختبارات بالنار واختبارات بالمية واختبارات بالشعر ده كذا اختبار وكذا طريق الحجر ده علم كبير جدا تمام طب خلينا بقى ندخل في الموضوع المهم يعني احنا اكيد هيجينا مدخلات كتير وجاي لي اثر رسائر كتير لما الناس عرفت ان انت هتبقى معايا النهاردة طاقعات الابراج للشهر ده تمام هو حضرتك احنا عندنا الطاقة كلها بتيجي يعني مش كل الطاقة بتنبعث من التغيرات المناخية تحركات الافلاك والكواكب احنا عندنا مثلا تغير حصل الشهر ده او هيحصل في بداية الشهر ده هو تراجع كوكب عطارد عن بورج العقرب وده بيفيد جميع الابراج الهوائية الهوائية بالضبط مش المقية اعجبلك التفصيلة بالضبط طاقعي تراجعوا في بداية الشهر بيفيد جميع الابراج الهوائية وبيتنغم في منتصف الشهر مع كوكب نيبتون كوكب عطارد يتنغم مع كوكب نيبتون وكوكب روحة بيكشف الجوانب المظلمة أو الطبائع الكامنة برضو اللي يستفاد منه جميع الأبراج الهوائية طب قبل ما نكمل كلامنا هنرجع نكمله تاني بس معانا مداخلة معانا نجوة ازايك يا نجوة ازايك يا نجوة اهلا بيك معلش ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون حضر وطيته ممكن اعرف انا تاريخ ميلادي 22-3 22-3 ايوة تمام 22-3 هو برج الحمل انت عايزة تعرفي البرج والصفات وكده ولا فيه حد تاني عايزة تشوفي التوافق معاي يعني عاوزة اعرف يعني بس يعني حياتي كده حياتي مش حدوة خالص مش عايزة اعرف عايزة اعرف يعني تمام استاذ احمد هيقولك استاذ اسمعها استاذة نجوة استاذة نجوة استاذ نجوة افشيري الشهر دوت يعني فيه شحن طاقي لجميع الابراج وخاصة برج الحمل يعني فرص للانتشار المهني والاجتماعي على اعلى اعلى مستوى لدرجة الزهول والاندهاش فتابعينا واسمعي يا بغتك يا نجوة انا سمعت قبل الحلقة ان البرج بتاعي هيبقى حاجة عايزة اتكلم يعني فلو جينا نتكلم عن التغييرات الفلكية اللي حصلت الابراج وأثرت عليها ازاي هي اكتر اداء اكتر الناس اللي استفادوا من التغيير دوته هي الابراج الهوائية والابراج النارية بس ما ننكرش إن جميع الأوضاج استفادت بس على مراحل فيه اللي استفادت في أول الشهر وآخره وفيه اللي هيستفيد في نص الشهر وآخره وفيه اللي هيستفيد في آخر الشهر ونصه هكذا يعني فأدلاتي لو هنبدأ هنبدأ مثلا ببرج الحمل تمام؟ تمام برج الحمل ده اللي هو ترع نجوة برج الحمل ده اللي هو أول برج في الأبراج هو برج ناري هو من طريق 21-23-24 وده هيعمل وفرة الشهر ده في بدايته وهايعمل معها وفرة في مراكز النشاط الإبداعي والاجتماعي ويعني هتزدهر عمليا جدا 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 أو في تخطيط العمل في منتصف الشهر هتحصل وفرة في مركز السرة مركز طاق السرة والمركز ده المسؤول عن العواطف والحب هيحصل عندها عملية مستجام مع عواطفي عائلي على مستوى تجير جدا في آخر الشهر عندها نشاط ملحوظ في شاكرة الأرض وهي الشاكرة الدعم أو اللي بيسموها شاكرة النجاح اللي هي المسؤولة عن الفلوس إزاي تيجي؟ إزاي قدر أقوم أشتغل في النشاط؟ فعندها وفرة كبيرة جدا في آخر الشهر وهو شهر النجاح وشهر الإصدهار لموليد برج الحمل طب معنا مداخلة تاني؟ فضالي معنا هدير؟ عايز السلام عليكم وعليكم السلام إزايك هدير؟ الحمد لله جميع فضالي عايزة تسألي أستاذ أحمد في إيه؟ أولا فضالي عايزة أتسألي عن برج برج إيه يا أستاذ هدير؟ أه وانا خمسة 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 برج سور بقى خمسة خمسة برج سور تمامي هدير شكرا طب هناخد مداخلة كمان ونعرفهم بقى أماني؟ أيوه؟ إزايك يا أماني؟ الحمد لله إزاي حضرتك؟ الحمد لله يتفضالي أسألي أستاذ أحمد معيك كنت عايزة أسأل على برج ستة تمانية الفين واثنين؟ ستة تمانية إيه؟ الفين واثنين تمام برج الأسد تمام برج الأسد في أي سؤال تاني؟ هتسمع تمام يبقى كده معنا هدير خمسة خمسة برج السور وأماني ستة تمانية برج الأسد فهنجي نتكلم عن التغييرات الفلكية وإيه هي الخصائص أو المميزات اللي حلت على برج السور برج السور عنده انخفاض في شاكرة الحلق وهي المسؤولة عن الإبداع وعن التنظيم الفكري وخروج القرارات من المخ والعقل عنده تباطل في التقاديات بس في بداية العشرية التانية من الشهر نوفمبر هيبدأ عنده نشاط وهيبدأ يتكيف اجتماعي بدرجة ملحوظة ووفرة كبيرة جدا 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 في النشاط الاجتماعية عنده بداية المنتصف في بداية العشرية التانية من الشهر يعني هي بداية حداشر 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 والله أكبر وهيتغير تغيير ملحوظ جدا عنده ازدهار عملي وفكري كبير جدا عنده في آخر الشهر نشاط في المركز العاطفة هيحصل عنده انسجام أسري وعائلي ويحصل عنده فكرات ارتباط يعني هو لو بيفكر ارتبط هو الشهر دوت مناسب ليه أو في آخره مناسب ليه جدا وانا أنصحه الشهر دوت بارتداء العيل أحمر هيفيده جدا لأنه عنده انخفاض في شاكرات العيل الأحمر اللي هيقدر يفيده وعندنا برج الجوزاء برج الجوزاء ده بقى هو برج طبعا انت بقى ايه؟ انت قلت البرج بتاعك قبل البرج بتاعي بس ماشي ماشي برج الجوزاء التغييرات دي هتحلت عليه بالنهي هتعمل له وفرة في مركز المشاط الإبداعي والإبتكاري بطريقة ملفتة للنظر هو شهر التغييرات هو أصلا اعتارد الفترة دي تمحتضم برج الجوزاء وبيمده بالقوة الإبداعية وقوة الانتشار السريع أنا سيفي الألم بقى عشان انت بقى ايه؟ اتميزك يعني البرج بقى بتاعك وهو فعلا الشهر ده هيبقى فيه تمييز اجتماعي قوي جدا لموليد برج الجوزاء هيستعنك بهم بطريقة جبيرة جدا هيبقوا ملهمين ومحطة أنظار الناس والحظ والفلك معهم الشهر ده بقوة شديدة جدا وهو شهر الحظ بالنسبة لهم وأنصح أي حد من برج الجوزاء بارتداء الزمرد أو اليقوت الأصبر ده ايه بقى الزمرد واليقوت الأصبر؟ الزمرد هو الحجر الدعم لجميع مراكز الطاقة للجوزاء هو حجر التقلق العملي والاجتماعي لجميع موليد برج الجوزاء مريد برج الجوزاء من 22-25 إلى 21-26 طب قبل ما ندخل بقى على أي برج ومش هاخد مداخلات دلوقتي السرطان ده برجي عايزة أعرف السرطان ده هو فعلا البرج اللي جاي معنا بس هو عنده مشكلة كبيرة جدا في شاكرة الأرض فأول 8 أيام من الشهر فبتعمل جازب للطاقات السلبية يعني أول 8 أيام أعط في البيت مخرجش عشان إيه ما يحصل ليش المشاكل لا يعني لو ارتديت حجر الأمر يقدر يعوب جميع القوات الطاقية المفؤودة خلال 8 أيام الأولى بس عندك بعد 8 أيام الأولى هو أول في 8 أيام الأولى بيعمل طاقات سلبية كتير جدا وعكسات في الشغل خاصة في الشغل بس مع ابتداء العشرية الثانية من الشهر يحصل عملية تناغم أسري وعاطفي أيوة بدرجة كبيرة جدا بالحمد لله فرصة كبيرة جدا لشحن مركز الإبداع والقدرات الإبداعية هيحصل شراكات كبيرة جدا اتصالات مهمة لقاءات فريدة من نوعها جدا لأنها هينشط مراكز معينة في الجسم في بداية العشرية الثانية لنهاية الشهر بدرجة ملحوظة وملفتة لدرجة أن هي هيحصل مجوغ اجتماعي يعني ظهور اجتماعي ملفت وده طبعا من حظ كده أكيد مبسوطة مين هبقى مبسوطة مين وأنصح بارتداء حجر الأمر هو الحجر حجر التقلق لموليد برج السرطان هو اسمه حجر الغموط فهو فعلا حجر بيجعل للناس اللي لابسينه في عملية تقلق ملفت جدا طب نخش على دي بعد طب ثانية واحدة أنت في كل برج بتقول ارتداء حجر كذا أو كذا أو كذا الأحجار دي نجيبها منين من عندي من عندك طب أنت قلت لي ارتدي ايه حجر الأمر أنا كده يبقى عايزة منك حجر الأمر وبكتبها معيه علشان أول ما روح أبقى فاكرا عايزة منك ايه علمو ينفس طيب فيه برضو ناس كتير بتسألني عن برج الميزان تمام برج الميزان هو برج هوائي وفرصه جبيرة جدا الشهر اللي ما شاء الله وإن سير الكواكب للأمام هو بيفيده هو شخصيا فهو يعني هيساعده على إنجاز المهمات بسرعة مهولة وكفاءة عالية جدا يعني هيبقى عنده وفرة جبيرة جدا في مركز الضفيرة الشمسية وهي مركز الثقة بالنفس وتعزيز العلاقات الاجتماعية وعنده وفرة في مركز السرعة المسؤولة عن العواطف وعن مركز الحب وهيبقى عنده وفرة عاطفية جمدة جدا في منتصف الشهر دو بس للأسف الشديد إنه عنده آخر سبعة أيام في الشهر عنده انخفاض في مركز القلب وهو المسؤولة عن الحب هيتصاب بمراحل إنه هو ميول للإكتئاب وميول للعزلة يعني هيكتئب يا بس هو قادر إنه هو لأن أبراج الهوائية أبراج تمتلك قدرات فائقة فهو قادر إنه هو يتغلب عليها وأنصحه اللي يتجاوز المرحلة دي يدر تداء حجر التوباز سوايك أو عين النمر لا الأحسن إيه بقى؟ هو التوباز وعين النمر هم الأحجار أحجار زكفاء عالية جدا بيحفزوا مركز الإدراك في الجسم وفي العقل يبقى كده قادي ثلاث أحجار أنت ميزان؟ أنت عندك حد ميزان؟ عندي حد ميزان ما فيش مشكلة طب أنت قلتني بقى اللي عايز الأحجار دي يجيبها إزاي؟ يعني يتواصل معك إزاي؟ أو فين المكان؟ إحنا عندنا مركز ألا البيت اللي ألاك بالأحجار الكريمة وعين المطاقة في مدينة 6 أكتوبر في ميدان الحصري اسمي طبعا عندكم وأرقم تلفونتي موجودة عندكم تمام نكمل بقى بقية الأبرو إحنا عندنا ويفنا عند برج الأسد طبعا إحنا قلنا الميزان الأسد التغييرات الفلكية في الشهر دوت هو عنده شهر داعم جدا أسريا يعني هي أول مراحل الاهتمام عنده في الشهر دوت هي الأسرة أول أسبوع الأسرة تاني أسبوع الأسرة عنده هيشعر بالاستمتاع والإنسجام العاطفي والأسري وهيعمل عمليات إصلاحات كبيرة جدا في بيته أنه عنده وفرة كبيرة جدا في مركز السرة هو مركز الإحساس والعواطف الأسرية مسؤول عن الحب والعواطف الأسرية بس عنده انخفاض في مركز الحاجب هو المسؤول عن الحدث والتنظيم الأفكار هيصيبه بشوية إهمال لمدة ثلاث يام في الشهر من يوم 14 ليوم 17 وهيرجع يستعيد مستوى الطاقي ويعمل بطفرة مش هيشهدها قبل كده وعنده في بداية في النص العشرية الأخيرة اللي هو مثلا من ابتداء من يوم 25 أو من يوم 24 في الشهر عنده اصدهار عملي ملفت وعنده شحن لمركز القوى الإبداعية في الوظيفية ملفتة وأنصحه بارتداء اليقوط الأصفر إنه بورج ناري وبيدعمه لليقوط الأصفر والكهرمان بيدعموه بطريقة كبيرة جدا بيدعموه في أخذ القرارات لشحن مركز القرارات الهدوء النفسي لأنه هم ناس متحركين جدا وناس عصبيين وناس ناري عارف عن إيه نار نار فاليقوط الأصفر والكهرمان بيساعدوه على الهدوء والارتكاز وأنه يقدر يأخذ قراراته بثقة بثقة عالية جدا بشكل صحيح بس هو عنده في آخر الشهر دوت لفتة مدهشة وإبداع نظرة الناس لها تكون نظرة مدهشة ونظرة إبداعية لأنه هو يحقق أهلامه كلها لأنه عنده وفرة طاقية تساعده على كده فهنصحه زي ما قلت بارتداء اليقوط الأصفر تمام أنا عايزة أسألك برضو على حاجة أحسن الأبراج يعني فيه ناري وهوائي تمام ومائي تمام أحسن يعني أحسن نوع منهم إيه المائي ولا الناري أحسن حاجة في الدنيا الجوزائي لا 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 السرطان السرطان المائي بوس يا سيتي هي عمتا المجموعة الفلكية كلها الدائرة الفلكية متقسمة لأربع أجزاء هي نارية وطرابية ومائية آه وطرابية كل الدائرة ديت كلها نفس الخصائص اللي هنا هنا ونفس الخصائص اللي هنا هنا في حاجات هنا تمتاز بها الشخص وليلة هنا في حاجات فيها هنا وفيها وفرة وفيها هنا انخفاض فكل إحنا مش هنقدر نقول إن فيه برج وحش إن فعلا ما فيش برج وحش ايه هو البرج برضو هو المعاد الزمني اللي تولد فيه شخص احنا بعيدة عن التنجيم وبعيدة عن الحزوز وبعيدة عن الكلام ده كله البرج هو الفترة الزمانية اللي تولد فيها الشخص الفترة دي كان ايه العنصر الحاكم من الطاقة ايه الكواكب المسيطرة فاحنا لم نسألش عليها من باب التنجيم ولا من باب الخزعبلات اطلاقا واحنا النهاردة ما بنيجي نتكلم عن ده ما بنقولش عليها توقعات دي الدراسات فلاكية لها ارقام بدخول الامر كوكب كذا بدخول الامر برج كذا ساعة كذا تاريخ كذا فكلام مش مبني على الخزعبلات فنتكلم على الشحن الطاقي انت بتتكلم عن علم الطاقة بالضبط فيعني كل الحاجات دي دي مش توقعات دي حاجات حقيقية الطاقة بترتفع في فترات وبتنخفض في فترات وبتبقى متوسطة في فترات وهكذا وعلى هذا المنوال هي الحلقة خلصت خلاص خلصت بس عايزة برضو للناس اللي هاتف بتشتري مثلا احجار او حاجة زي كده اسعارها بتبقى عالية قوي ولا اطلاقا ومقارنة بسعر العلاج عامة وبطوله وبطول فترته احنا هو اكسسوار يعني هو كاكسسوار ومعالج برضو ومعالج في نفس الوقت فاسعاره مناسبة جدا لجميع فئات الشعب بلا استثناء تمام من الجنرالات لولاد البلد لأ ما انا هجي بقى عشان ايه اخد الاحجار بتاعتي وبقيت الابراز جايز علو مننا فلو في مساحة ان احنا نفرحهم بس بسرعة هو ان شاء الله الحلقة الجاية بقى فيه لان في كمية مسجات وكمية مداخلات كتير ان شاء الله الحلقة الجاية تكون منورنا ونتكلم عن بقية الابراز سعيد جدا ونتكلم عن حاجات تانية كتير لنكو تسعيدة جدا معاك والظاهر انا سعيد جدا بظهوري معاك والله ان شاء الله يكون الحلقة مميزة وربنا يكرمنا فيها ربنا يخليك يا رب انت نورتني مشاهدينا وكده تكون خلصت حلقتنا استنونا في حلقة جديدة وبرنامج احلى الاوائي